موسيقى مساء الخير الحدث الأبرز اليوم بلبنان كان ماراتون بيروت على مواقع التواصل الاجتماعي كانت أكترية التعليقات سلبية تجاه الحدث اللي تصدر لاحة المواضيع لترندينج على تويتر خصوصي أنه الناس مش قبلنين أنه يكون في مبلغ بيندفع إذا الشخص حابب يشارك ويركد بالإضافة للدعم المادة الكبيرة اللي تلقته الجمعية من قبل وزير الشباب والرياضة وبالحديث عن الوزير عبد المطلب الحنوة نشر حسن هالصورة اللي بتفرج الوزير الحنوة قاعد بينما الوزير بوصعب هو اللي عم يفتتح الماراتون لأنه برأيه وزير الشباب والرياضة متقل العشن بارح وكمان كان في كتير تغريدات فيها عمليات حسابية للمبالغ المدفوعة وشو كان بينعمل فيهم حتى أنه الناشطين عمواقع التواصل غيروا اسم ماراتون بيروت لمرماتون بيروت ومن مال تاني الناس اللي ركضوا بالمراتون تصوروا وحطوا صورهم على السوشال ميديا وكل شخص لسبب أو قضية مآمن فيها السياسيين كمان كان لهم حصة بالموضوع فالرئيس سعد الحريري اللي كان مشارك اليوم علق الناشطين عم مشاركته وتمت مؤارنته بأحد أبطال المصارع العالميين مع تعليق نفس الشيء بس أنتوا بتحبوا الأجانب أما النايب وليد جنبلاط أكيد ما أفى هيك حدث بلا ما يكون عنده موقف فغرد وقال ماراتون حكومة فلنصلي فيديو صادم انتشر على موقع فيسبوك فمن بعد ما أطلقت شرطة بلدية ترابلوس النار على كلب على الطريق العام وقدام الناس بحجة حماية الناس من الكلاب الداشرة والأمراض تركت الكلب على الطريق الشيء اللي ممكن يسبب أمراض كمان اللي صار دفع أحد الشباب يجي ويشيل الكلب بمبادرة فردية المحزن بالموضوع أنه مش بس الإنسان مش دايما مصاني كرامته بلبنان الحيوان كمان عم بيتعرض للظلم والأتل وآخر خبر بيتعلق بالرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب فأعلن بمقابلة أنه رح يضبط حاله تجاه استخدام السوشال ميديا خلال ويليته الترامب اللي تغريداته دايما مثيرة للجدل حتى أنه فريق عمله منعه من استخدام تويتر قبل كام يوم من الانتخابات قال أنه عدد المتابعين اللي عنده ياهون على تويتر فيسبوك وإنستغرام هو اللي ساعدوا بالفوز مقابل الأموال الطائلة اللي دفع معارضينه وبالنسبة له السوشال ميديا عنده قوة أكتر بكتير من المصاري وهو قدر يثبت هالشيء بفوزه لهون منكون وصلنا لنهاية أخبارنا اللي فيكن ترجعوا تتابعون على صفحة ترانز على فيسبوك وفيكن تتابعوني على الحسابات اللي عم تمرق بأسفل الشاشة أخبار جداد من مواقع التواصل الاجتماعي بنشرة بكرة